سروال ولدك تقطع عندك ترميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو جديد اليوم اللي سوف نشوف فيه مع بعدياتنا واحد الحيلة صغيرة جدا ولكن احترافية اللي سوف نعالج بها هذا التقب هذا كيف لا تشوفوا معي هذه رواحة الطيحة من ذاك الشرفيع لدرجة انها خلت هذا التقب الحجم دياله فالطول سبعة سنتيم كيف ما كتشوفوا معايا راها يعني تقب كبير جدا ولكن ان شاء الله سوف نعالج بها طريقة احترافية لدرجة انها التقب غديبان بحل ما عمره مكان ابدا هنا العرض هو اللي مهم في هذه الخدمة هذه لاحظوا معايا العرض ديال هذا التقب تقريبا مهم حيث احنا ما غديش نشده غير على التقب باقي نيشين غنطلعوا واحد شوية الفوق المسافة ديال الخياطة ضاحدوا معايا ثلاثة سنتيم خديت نص سنتيم في الفوق ونص سنتيم التحت باش نحاول اناني نخيط على هاد العلامة اللي انا درت دابا يعني هاد العلامات اللي كان دير دابا هما اللي غدي نخيطوا عليهم فركزوا معايا مزيان غدي نحاول اناني ناخد العبار ديال ثلاثة سنتيم على الدورة كاملة ديال سيرويل المهم انا هنا خدمت على السيرويل ديال السيرفيطات يعني السيرويل الرياضي ديال الرياضة يعني اكتر سيرويل كتخدم في هاد الخدمة هادي اللي غنعطيكم اليوم هو السيرويل ديال الرياضة بالخصوص ولكن تقدروا تطبقوها على انواع اخرى ديال السيرويل و ديال التواب ماشي اشكال لانها طريقة احترافية و غدي نستغلوا واحد شوي الاسم ديال الموضة ولا الاسم ديال لا موضة كيما يقولوا يعني كل مرة كتبديل الموضة وحنا بطابعة الحال خاسنا مرة مرة نحاولوا نتبعوها فاليوم نحاولوا نستغلوها باش نقدروا ان احنا نعالجوا بحل هاد المشكيل هاد ديال هاد التقب اللي هو تقب كبير سراحة كبير بزاف مو هم كان عندكم جوج ديال الحلول الحلول تقدروا انكم تاخدوا واحد بياسة مثلا مثلا وحد ديكور قطعوه من شي كاسكيت او من شي سرويل اخر مثلا هادوك سرويل الجين تكونوا فيهم بحل ديكورات تقدروا تلصقوهم فوق من هاد التقبه وتخيطوهم ويعني حل سهل ولكن هاد الحل اللي غنعطيكم دابه هو احترافي اكثر غادي نتبتو هاد الفنيت فوق من هاد الخط علاش لانني انا بغيت ناخد بيه العبار ديال الظهر ديال التوب او للجهة الاخرى هادي طريقة سهلة و بسيطة بزاف ديما كنستعمل انا يملي كنبغي ناخد العبار ديال شي حاجه اللي كيكون عندك التوب يعني من الفوق ومن تحت فكدتبتي الفنيت في العبار ديالك اللي عبرتي على الوجه وكدت تحاول انك التراسي في هاد الفراغات هادو ديال الفنيتا هادي طريقة سهلة و بسيطة بزاف باش نقدروا ان احنا ناخدو نفس العبار ونفس المقياس المهم نفس هاد طريقة غتطبقوها في هاد الخط الاخر المهم انا غدي نخدم هاده ونرجعوا نطلاقا لاحظوا معي الجوج ديال الخطوطة متساويين العرض ديالهم ثلاثة سنتيم والطول بطبيعة الحال كيرتابط بالدورة ديال السروال لاحظوا معي مزيان غنحاول اني نشد هاد الخط هاده اللي عندي التحت هنشده من ليمن ومن ليسر بهذا الطريقة هاده وغنحاول ندخل هادك التوب ديال التقب لداخل ونحاول اني نجيب هادك الخطوطة فوق بعضياتهم يعني يجي الخط الفوق يعني الخطوطة يكونوا واحد فوق من الاخر بهذا الطريقة يعني احنا دخلنا هنسيت ما قدش ليكم هاده التقنية هاده الى كان السروال يعني الحد في القد يعني ملاه مول السروال كي يجيه عبار يعني الحد في القد وغسو ارد البال انه هاده غدي تنقص يعني السروال اللي غندروا لي هاد طريقة هاده فهو راه غادي ينقص في الطول ذياله يعني هادش كي يصدق فالخصوص بهاد السراول هاده كيكونوا بحبك مثلا ديال الرياضة كيكونوا اصلا عراض وكيكونوا نوعا ما طوال شوية اما لكان السروال العبار لحد في القد ونقصتي منه مثلا هنا نقص ثلاثة سنتيم يعني راه بزيف ثلاثة سنتيم راه غادي بين الفرق زائد انها الطريقة خاصك ضروري تطبقيها في السراول بجوج يعني في الرجل الليمنية ورجل الليسرية ما يمكنش تطبقيها في الرجل وحده المهم بهدي الطريقة حاولي انك تدخلي ليدك ده بانا راحت داما ليدي الليمنية كنتبت بها الفنيت وليدي الليسرية مدخلاها لداخل في السروال باش نقدر اناني نجيب هاد الفنيتات هادو ما يتضربش لي التوب الاخر لاناناني بك ندور مع الدورة لاحظوا معايا مزيان هناك ندورو على هادوك الدورة كاملة ديل السروال ديل الرجل كاملة احتى نكملوها بطبيعة الحال هاد الفنيتات هادو غي عاونونا بزيف في المرحلة ديل الخياطة وفي مرحلة الخياطة هي اهم حاجة تقدروا انكم تستعملو مهم انا هنا غادي نخدم بالماكينة ديل البيكوز عادية وغا ندور غير دورة وحدة اللي بغا تدور جوش ديل الدورات تقدر انها تديرها غا تزيد جمالية اكتر للعمل المهم دا با دورو الفنيت ديالكم على الرجل كاملة من الامام ومن الخلف وغادي تحاولو انكم تدخلو هادوك السروال اسفل الماكينة ديل الخياطة وغا تبدو تخيطو تدخلو الفنيتة تدخلو هادين بشوية عليكم صراحة هاد توب هادا قاسح بزاف وهادوك الفنيتات ركبو لي غير بالزز ولكن مش مشكل المهم وفي النتيجة خرجات نتيجة رائعة جدا وجد السروال بحلها مشري بحل هكاك هادا هو اللي مهم بزاف خاصنا نحافظو على ان السروال ميبينش باللي هو كان وحد نهار مقطع او لو كان وحد نهار في وحد التقبة ولم وليه طاح وحد طايحة وخرج عليه فخاصنا نبينوه لانه شريناه بحلو كاك هادا غر ديكور مخيطين فيه هنا هادتقبة هادا جيت في الركبة اللي غدا تسوي اللي غدا تسوي التقبة جيت في الركبة بالضبط من الملطات من الملطات ومن الملطات من الملطات ومن الملطات قدروا تطبقوها لقدم احنا وقلب نفس راولد الجين من الملطات ونطبق الناس لقدروا كذيكور كذيكور كتزيين فاستغلينا هذيك الفكرة قلت علاش لي ما نديرش انا نفس هذيك الفكرة ندير راسي بحل انا غير زينت هاد السروال ولا زوقناه مع العلم انه ورا كان في حالة صراحة يرتالها مبقاش يتلبس مستحيل شي واحد غير لبسه فكنتمنى ان هاد الفكرة هذي تكون نالس اعجاب ديالكم واللي عندها شي فكرة اخرى فتحاول انها تبارتاجيها معنا وتكتبها لنا في التعاليق نستفدو كاملين فهذه الطريقة كما قلت لكم انا غادي ندور نحاول ان انا نخدم هذي الدورة ديال الرجل كاملة ونفس هذي الطريقة اللي انا درتها في هذي الرجل هذي نقولوا باللي هي رجل يمنية مقيت عقل سئين الرجل المهم غا تحاولوا انكم تطبقوها في الرجل الليسرية يعني نفس الطريقة نفس الخدمة تطبقوها تديروا مبيناتهم يعني في العرض ديالهم 3 سنتيم في طبيعة الحال العرض هو مرتابط بالحجم ديال التقب او الحجم ديال هذيك التقبة اللي كانت يعني انا هنا كانت عندي يعني الحجم كبير بزيف يعني 3 سنتيم راها كبيرة بزيف قدر يكون عندكم محد تقب صغير مثلا سنتيم غادي يكون افضل السروال ما غاديش يتهز بزيف ولكن 3 سنتيم را سارا حط السروال طلع بزيف ولكن مشي مشكل مهم فى النهاية كتدير العقدة ديالك عادي كتراجعي ثلاثة الدورات للور كتراجعي ثلاثة القدام ولا ربعة مشي مشكل مهم نقطعوا الخيط ونشوفوا النتيجة لاحظوا معايا مزيان هذي النتيجة دياله فكيجي مخيط بحل هكا كما قلت لكم انا هنا قدرت غير دورة واحدة تقدرو تديروا جوج ديال الدورات دورة الاول ودورة التانية تقدرو تدير حتما بالنسبة لي لديها الماكينة الزيجزاغ با لديها الماكينة يكون افضل تقدير بزيف انواع الخياطة مثلا تستعملهم لديها الماكينة الذائجزاغ وMoVS ذائجزاغ كيجي زوين و رائع بزاف وكيعطي وحد المنظر مختلف المهم هذي كانت فكرة بسيطة وسهلة بطبيعة الحال و في متناول الجامع عادي كتحاولي أنك تغطي على هذا التقب بطريقة تكون احترافية كما قلت لكم وتكون رائعة جدا كيفما كتشوفوا نفس التقنية طبقناها على الرجلين بجوج هنا ومن هنا ومن هنا وبانت بأن هارها يعني السرويل بحل هكا يعني بحل شريناب بهذا التقنية هذي راكم عارفين دوكتراول ديو الرياضة أصلا كيكونوا فيهم كزاف ديال أنواع ديال الخياطة المهم ما تنسوش اللي عجباتها الفكرة تبارتاجيها مع الأصدقاء ديالها و شكرا لكل من شاهد الفيديو